السؤال بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا سيدنا الشيخ لو سمحت يا سيدنا الشيخ انا متجوزة وعندي ولدين منه وانا زعلانا في فيت اهلي منه ده وقت اللي هو الشخص شخص كده منه واحد كده وعندي ولدين منه وانا زعلانا في فيت اهلي بقال لي سنة وهو ما سألش علي ولا على العيال انا سبته عشان هو عديم مسؤولية وبيشرب مخدرات ومشاكل في الشارع ومع الجيران وهو دلوقتي عايز يرجعلي يرجعلي بس انا مش عارفة ارجعلي ولا لا اهله بيقولولي ادي له فرصة تانية وهو هو اتغير ولا زي ما هو اتطلقي منه طيب هي السؤال ده سؤال بدل في مشاكل بقى بسبب المخدرات مع الجيران ومع الاهل مع الجيران ومع اهل والناس في الشارع احنا كده بنتعامل في الغالب مع شخص مدمن فاذا كان هو شخص مدمن فالإدمان حرام الإدمان كبيرة من الكبار فلابد ان الشخص ده نعاونه لو انه هو عايز فعنعمل ايه عنعمل تلات حاجات اول حاجة نشرة الرجوع اليه بانه يتعالج ويبطل مخدرات لان البيئة دي بيئة تجرب عليك اسوأ ما يمكن ان تشوفيه في الدنيا فعشان كده هو لازم يبطل مخدرات فتشترط ان انت ترجعيله بشرط ان هو ايه يبطل مخدرات الامر التاني اذا هو بدأ في ده اه ممكن تدي له فرصة تانية بس تشوفي كمان ان هو من مرس معك العنف يعني ما يدربكيش ما فيش ضرب ما فيش اهانة حاجتين لا مخدرات ولا اهانة البيوت البيوت ما تستحملش ده انا ما يستحملش لحد يقولك رجعه وبعدين نبص نلاقيه بسبب هذه القذورات معرض حياتك او معرض عرضه او معرض حياة اولاده للخطر يبقى عرضه عن شرط الحاجتين الحاجة التالتة اعودي معه وكلميه قول له انا ساعدك في ايه يعني اذا قررت ان انت ترجعيله اعودي معه ودوت يدخل في ايه با اللي احنا بنقوله ده يدخل في ايه في قوله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما قال كيف علمنا كيف ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال ان ترده عن ظلمه اه ممكن ترجعيله ولكن بهذه الاشتراطات عشان لابد ان حياتك تتغير ولابد ان يبقى فيه شيء جديد مش معنى كده انه لو ما اشتردش لو ما نفسه الشروط دي تروح تطلقي لا استمر للغاية تضغط عليه لغاية ما يقبل هذه الشروط وان شاء الله يقبلها وحياتكم تبقى هنا وسعادة وان شاء الله ربنا يبارك لك وان شاء الله يذهب عنكم الازى ويجعل بيتكم مليان مودة ورحمة وسكينة